من حيث المبدأ لا يمكن أن نكون أبداً ضد زيارة محمود عباس الرئيس الفلسطيني المنتهي ولايته من عدة سنوات إلى الجزائر مستحيل بل نباركها ونرحب به وبكل فلسطيني يزور الجزائر وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نبارك أي دولة تستقبل أي وزير أو مسؤول في إسرائيل يكون على حساب القضية الفلسطينية هذه مبادئنا التي نؤمن بها لذلك استقبال العادي أن محمود عباس يزور الجزائر أمر عادي يستقبل كرئيس وتقدم له كل البروتوكولات اللازمة في هذه الحالة وأنها زيارة إلى رئيس دولة فلسطين يلتقي مع الرئيس يستقبله الرئيس في المطار أمر عادي ربما يمضي اتفاقيات مع الجزائر أو يأخذ شيء معه تعد دعم أو شيء من هذا القبيل هذا أمر لا يمكن أن نعلق عليه لكن الملفت للانتباه أن هذه الزيارة تم طبخها من طرف دوائر جزائرية مع السلطة الفلسطينية كرب على تطبيع المغرب لأنه منذ مدة والإعلام الجزائري يخون المغرب ويخون الملك محمد السادس ويخون كل المغاربة الذين قد باركوا تطبيع بلادهم أو علاقاتهم أو تحالفهم مع إسرائيل وأن الجزائر لا يمكن أبدا أن تكون في صف المطبعين فبعدما تحدث التبون عن الهرول نحو التطبيع التي يرفضها رغم أنه في الوقت نفسه يعترف بدولة إسرائيل وتم خلق الأجواء كأن الجزائر عادت إلى دولة مقاومة وبدأت توطد علاقاتها مع إيران وتوتد علاقاتها مع حزب الله وتوتد علاقاتها مع الحوثي وتوتد علاقاتها ربما مع منظمات أخرى فلسطينية في غزة في قطاع غزة وما إلى ذلك في هذا الإطار من رفع من وتيرة الشعور المقاوماتي لدى السلطة التي تريد من خلالها دغدغت مشاعر الجزائريين ونحن نعرف مواقف الجزائريين من القضية الفلسطينية التي تربوا عليها وترعرع وظل النظام يستعمل هذه القضية لتخدير الجزائريين عن قضاياهم الأساسية الداخلية وبطريقة خدم بها النظام نفسه كثيرا وهذا طبعا الكلام لا يعني أنني ضد هذه القضية حتى لا يؤول كلامي من طرف المتربسين ومن طرف الأغبياء والغثاء الذين يملؤون شبكات التواصل الاجتماعي